أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة وبرنامجكم خدماتي عارفون حضراتكم أن هذه الأيام هي أيام مباركة نستعد لموسم الحج وضيوف الرحمن بيتوافدوا ويتقاطروا على الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وكمان زيارة بيت الله الحرام هذه الأجواء الروحانية المفعمة بالإيمان أجواء رائعة كل واحد فينا بيشتاء ما فيش حد فينا ما بيحلمش أنه يطوف حول بيت الله سبعا ويسعى بين الصفا والمروى سبعا هذه الأجواء الروحانية الرائعة جدا كلنا بنحلم بيها هذه الزيارة تبقى حلم العمر الحلم الأعظم في حياة أي حد فينا أنه يعني يلبي النداء وأنه يزور بيت الله الحرام يعني عاز أقول حضراتكم مع هذا الموسم في إجراءات استثنائية من وزارة الداخلية وفي خطوات رائعة بدأت وزارة الداخلية تتخذها في هذا الصدد من خلال توجهات من السيد وزير الداخلية يعني وجود كتاب عن الحجب هذا الكتاب بتنسيق مع دار الإفتاء هيكون موجود على صفحة وزارة الداخلية أو موقع وزارة الداخلية يقدر أي حد يعني ربنا كتب له هذه الفرصة للحجب يعني يستطيع أن يدخل على موقع وزارة الداخلية وتصفح هذا الكتاب طب الكتاب ده مكتوف في إيه؟ موجود في إيه؟ هذا الكتاب في شرح وملخص ومتبسيط لأمور الحج المناسك سواء المتعلقة بالإحرام أو السعي بين الصفة والمروى أو الطواف حول بيت الله الحرام وصولا إلى الوقوف في عرفاته والركن الأعظم في الحج عملية الزبحة عملية رمي الجمرات السنن اللي يستحب إيه المحظورات أنت تعمل إيه أول يوم تاني يوم كل هذه الأمور هتلاقي لها شرح مبسط جدا لأن وزارة الداخلية مهتمة بضيوف الرحمن مهتمة أنهم يؤدوا هذه الرحلة الطيبة بكل سوء ولو كن المواطن عارف هيروح يعمل إيه علشان بعض الناس إنك بتروح ترتبك بتكون يعني مش عارفها تعمل إيه يكون حس نوقع في محظور حس إنه عمل حاجة غلط فمش عارف يعمل إيه كل هذه الأمور هتكون فيها إيجابات شفية ووفية بأمور سلسة جدا خاصة يعني الأمور الوسطية المعتدلة كل هذه الأمور هيلقيها في هذا الكتاب يقدر المواطن يطلع عليه في أي وقت كمان يقدر ينزل نسخة منه عنده على الموبايل بتاعه يقدر يرجحها من وقت للتاني وفي حقيقة الأمر دي خطوة رائعة من وزارة الداخلية علشان تسهل على ضيوف الرحمن علشان كمان الحاجة محتاجش أي حاجة خلال هذه الرحلة المباركة كل حاجة موجودة بالإضافة إلى التسيرات العظيمة اللي بتقدمها وزارة الداخلية هذا العام لضيوف الرحمن المتعلقة بمنظومة السكن ومنظومة النقل ومواصلات والتغذية والمنظومة الصحية والبحثة الرائعة اللي مسافرة مع ضيوف الرحمن اللي بتكون في خدمتهم على مدار 24 ساعة بتزلل لهم أي عقبات غرفة عمليات ضخمة من وزارة الداخلية بتتابع الحاج منذ يعني تحركه من مطار القاهرة أو أي مطار على مستوى الجمهورية وصولا إلى وجوده داخل الأراضي المقدسة حتى يعني عودته بسلام الله وأمان بعد أداء هذه الرحلة الطيبة كمان أهلوا يقدروا يتواصلوا معاه من خلال هذه الغرفة اللي بتسمح بالتواصل المباشر وبها أنظمة الوكترونية حديثة وزارة الداخلية بتسطر كعهدها يعني منظومة جديدة الوكترونية هدفها خدمة المواطنين ودي توجهات من وزير الداخلية إن هناك اهتمام غير عادي بضيوف الرحمن خاصة من حبايبنا من كبار السن وأصحاب الهمم ويعني الحالات الخاصة اللي وزارة الداخلية بتوليهم اهتمام كبير خلال هذه الرحلة أو خلال موسم الحج إن شاء الله بإذن الله هذا الموسم يكون موسم رائع ويكون ضيوف الرحمن هما بيؤدوا مناسك الحج يؤدوها بسهولة ويوسر ومحتاجوش أي حاجة إن شاء الله بإذن الله أو لا يتواجههم أي مشاكل خاصة في ظل الترتيبات الضخمة اللي وزارة الداخلية يمكن بدأتها مبكرا علشان تقدر تخلق منخ طيب لضيوف الرحمن علشان يؤدوا الحج بسهولة ويوسر وده عهد وزارة الداخلية إن هي مهتمة جدا بهذا الملف من خلال قطاع الشؤون الإدارية الموجود في وزارة الداخلية اللي وزير الداخلية بيوليه اهتمام خاص إن شاء الله بإذن الله حججنا وضيوف الرحمن وحبايبنا يروحوا بإذن الله ويسافروا ويلبوا النداء نداء الله للطواف حول بيت الله الحرام ويرجعوا إن شاء الله بإذن الله بسلام وأمان أي حاجة إن شاء الله تخص ملف الحج وسفر الحجاج وعودتهم إلى أرض الوطن إن شاء الله هتكون هنا في شرح وفيلية في هذا البرنامج فانتظرونا دايما وبرنامجكم خدماتي ترجمة نانسي قنقر